بيومي مساء الفل عليك سيد الخير يا كابتن هاني وطبعا سعيد النهام بتواجد مع حضرتك وبإذن الله كل التوفيق ان شاء الله لفريقين دي الاهلي غدا أمام فريق الرجاء ان شاء الله ان شاء الله طبعا مباراة بكرة مباراة مهمة جدا وقلت طبعا مع كابتنا أن لغة الأرقام لغة مهمة دلوقتي الستاتيك والإحصايات كل المدرين الفنين على مستوى العالم بيشتغلوا بيها وبيديهم بريشر وبيديلوا انتباع عن المباراة بشكل كبير جدا فمحضر لنا ايه النهاردة بالنسبة لغة الأرقام معاك لمباراة النادي الاهلي ورجاء طيب خليدي قبل ما نتكلم على مباراة الاهلي وفريق الرجاء ان شاء الله غدا وطبعا نتمنى كل التوفيق لنادي الاهلي كنا حابة تكلم على نقطة مهمة جدا وهي نقطة الإرهاق وده يمكن أنسب توقيتين احنا نتكلم عليه الإرهاق بالضبط أنسب توقيت لسبب بسيط لأن الاهلي الحمد لله على مستوى الدوري العام طبعا متربع على رأس الجدول طبعا محقق أقوى خط هجوم محقق أقوى خط دفاع فده يعتبر أنسب توقيت أن احنا نتكلم على نقطة دي لسبب بسيط عشان لو كنا تكلمنا لقدر الله في حالة أن في هزيمة هيتقال أصدام مبرر فده كان يعتبر أنسب توقيت نتكلم على الإرهاق وهوضح دوقتي لحضرتك مثلا لو استعرضنا أول صورة بالنسبة للدراسات العلمية اللي بتتكلم على الإرهاق هنلاقي مثلا أن عندنا نموذج لدراسة من ضمن 28 دراسة بدأ أن هما يتناولوا دراسة العلمية للإرهاق وإيه هي الحد الأدنى اللي بيحتاجوا اللاعب للعودة إلى الحالة الطبيعية ده يعتبر نموذج لأول دراسة كان مهم جدا اللي بتقوله وزي ما بنقول إحنا دايما النادي الآلي بيلعب كل 3 ياماتش عدد المسابقات أو البطولات عدد كبير جدا جدا وبالتالي دراسة مهمة نعرف كمان منها أشياء مهمة جدا قد تغيب عن النادي الآلي في فترات القادمة بالضبط ده يعتبر نموذج لدراسة من ضمن 28 دراسة بتتكلم في النقطة دي هنجد أن الملخص الدراسة بتقول أن اللعيب يحتاج من يومين 48 ساعة إلى 3 أيام 72 ساعة دي الحد الأدنى عشان يرجع بقدر الإمكان للحالة الطبيعية بعد المباراة الأولى بمعنى أن النهاردة فيه الدراسات دي بتعتمد على بعض الكياسات سواء بدنية أو فيسيولوجية عشان يقدروا يعرفوا اللعيب ده رجع في الحالة الطبيعية ولا لا كياسات بدنية زي مثلا كياسات السرعة كياسات القوى العضلية بجميع أنواعها كياسات فيسيولوجية برضو عندنا زي كياس مثلا تركيز حمض اللابتك في الدم بيقيسوا برضو تركيز الكورتزول ده علشان التمزقات العضلية والشد العضلي بالضبط هم بعد عملوا الكياسات دي توصلوا أن اللعب زي ما قلنا بيحتاج على الأقل للتلات أيام عشان يرجع لحالة الطبيعية طبعا التلات أيام دول مش بيكون فيها راحة سلبية ولكن طبعا بيكون فيها بعض التمرين اللي بنسميها الاستشفاء بيستخدموا فيها بعض الأجهزة بيستخدموا التغذية بشكل معين بحيث أن اللعب يرجع بقادر إمكان لحالة الطبيعية طبعا نحن بنجني دلوقتي سمار أكتر من ثلاث سنين فيها تلاحم من المواسم طب فيها عندنا طبعا ما بكلمش عنه دي أهلي بس بكلم على أي فرقة النهاردة بتشارك في دوري أبطال أفريقيا بتشارك في الكونفدرالية بتشارك في الدوري العام كاس الربطة كاس العالم الأندية يعني عندنا مفروض المتوسط العام لللعيب بيكون من خمسين لسبعين مباراة احنا عندنا حضرتك السنة اللي فاتت عندنا فيه لعيبة قصرة المية وعشرين مباراة في الموسم الواحد عندنا مثلا أمثلة زي حمد فتحي عمر السلية عندنا مثلا زيزو عندنا الونش وطبعا ده بيعنعكس بدوره على المنتخب الوطني النهاردة التي تختار لعيبة زيدي ممكن بيحصلها طبعا عدد من الإصابات سواء المصابة العضلية أو اللي حقا مهم جدا الكلام دوت وزي يعني كدراسة علمية أكيد الكلام دوت مهم جدا وعلى فكرة من الأسباب كمان إن المدير الفني بيعمل بعض الروتيشن وبيدخل دوت ويخرج ده منها أسباب بدنية ما فيش شك إنك تستغل لكل السكواد اللي عندك مش لازم تلعب ب14 لعيب في كل المسابقات هيحصل المشاكل كتير جدا على مستوى الإصابات النادي الأهلي قابل ده السنين اللي فاتت عدد كبير جدا من المباراة كان فيها لعيبة مصابة الحمد لله الكلار ماشي بشكل أكثر من رائع في عملية الروتيشن عملية راحة اللعيب ممكن يدي له ربع ساعة في نص ساعة ممكن يريحه مباراة فده مهم جدا جدا لأن زي ما بقول لحضراتكم البطولات كثيرة جدا النادي الأهلي بيشارك في بطولات كثيرة جدا أثناء الموسم وبالتالي محتاجين هذا الروتيشن محتاجين سكواد على أعلى مستوى وكل لعبتنا الحمد لله على أعلى مستوى طيب دي نقطة مهمة كان كنا لازم نتكلم فيها وانت محضرها بشكل أكثر من رائع أحمد تعال نتكلم على مباراة الأهلي والرجاء وأرقام التحليلية للمباراة اللي فاتت والمباراة اللي جاء خلينا نستعرض أول نقطة لإحصائية المباراة طبعا الموضية بين الأهلي والنادي الرجاء ودي اللي هربطها بكلام الباز ما حضرتك في الحلقة اللي كانت قبل المباراة يمكن هو كان استعرض الباز كان استعرض أن المعدل العامل فريق الرجاء اللي من خلاله نعرف طريقة لعبه هل أنه كان استحوازه كان استعرض أنه استحوازه كان تقريبا بيصل لـ 53% خلال دولة أبطال أفريقيا لكن في نقطة مهمة قبل كده بنامتكلمنا عن الاستحواز لازم نستعرض مع معدل التمريرات عشان أقدر أعرف إذا كان الاستحواز ده فعلا حقيقي ولا يعتبر خادع بالنسبة لي فلاقينا أن معدل التمريرات اللي ذكرها الباز كانت تقريبا 465 تمريرة منهم 360 تمريرة صحيحة وده كـ 360 تمريرة يعتبر معدل منخفض وفعلا لو جئنا بصين على إحصائيات المباراة اللي حصلت ألاقي أن الأهلي فعلا هو الاستحوز على المباراة بنسبة 63% مقابل 37% لفليق الرجاء إذن هم فعلا فرقة ما مش بتلعب على الاستحواز بس خلي بالك برضو بيومي في بعض المباريات هو ممكن يكون استعرض لعبه في هذه المباراة أو خطته وأنه هو بيستيب الاستحواز لنادي الأهلي بيعتمد على الـ counter attack بيلعب برأ أرضه فأكيد مش هيستحوز بشكل كبير على الكرة وبالتالي ساعات الأرقام على حسب بتلعب برأ بالزبط يواجه بلعب ولكن طبعا النادي الأهلي استحوز بشكل كبير وعلى فكرة هو نسبة استحوازه دايما على أرضه أكتر من خارج أرضه بالزبط وهأكد على كلام حضرتك بالحالات الفنية لو نستعرض أول صورة بتتكلم في طريقة لعبهما وإزاي هما بيعملوا الـ build up بتاعهم هنلاقي أن أول صورة هنلاقي دايما في عملية الـ build up بعد كده يدخل في المرحلة التانية اللي هي بعد الـ build up هنلاقي دي طبعا أول حالة فنية عندنا لأنه الحارس المرمى على الرغم أنه ممكن يبني الهجمة ما بين الـ lift back أو right back ولكن هو بيلعب الكرة الطلية لو استعرضنا برضو يا ريت الصورة التانية هنلاقي برضو نفس الحالة بتتكرر دي برضو حالة تانية عندنا مساحات كبيرة أو ممكن يبني فيها الـ build up ولكن بيبتدي أنه يضغط في نصف ملعب الخاص استعرض برضو الصورة التالتة اللي بتتكلم على الـ build up بتاعهم طبعا هنا عنده الـ 2 centerbacks موجودين ممكن يقضى بأريحية أنه يعمل الـ build up ولكن برضو بيبتدي يلعب على الكرة الطلية طبعا هنا بنقول أن فريق الرجاء مش مرهق من مقارنة مثلا بـ sun downs من حيث الـ build up أو أنه يدور الكرة بشكل كبير ولكن خطورته فين بقى لو استعرضنا الكرة اللي بعدية هو بيبتدي يلعب الكرة الطلية هنبتدي برضو يا ريت الصورة اللي بعدية هنلاقي أنه بيعتمد بقى هنا على الـ second ball آه يعني هو بيعتمد أنه بينقل الهجمة أو بينقل الكرة بسرعة جدا بدل ما يبني من تحت بينقل بكرة طويلة ويستغل الـ second ball أنه هو الريدي وصل للتلتة الأخير من الملعب بالضبط بس هنلاقي هنا بقى طبعا هنا كان المفروض سواء عندنا مرانة عطية أو بالنكلم في ديانج كان المفروض أنه يضغط على اللعب بحيث أنه ما يستلمش الكرة بأريحية كده هنلاقي بقى بعد ما بيعمل الـ second ball يبتدين خطورة فريق الرجاء أنه هو بيبتدين يعمل كسافة هجومية جوا منتصف ملعب النادى الأهلي لو استعرضنا الصورة اللي بعدها هنلاقي هنا موجود فريق الرجاء موجود بستة لعيبة جوا منتصف ملعب الأهلي بعد الـ second ball برضو الصورة اللي بعدها لو استعرضناها هنلاقي مثلا دي حالة تانية برضو موجود بثمان لعيبة موجودين جوا منتصف ملعب الأهلي إذن هو ما بيعملش بلد أب ولكن بيستخدم الكرات الطولية وبعد كده بيعمل كسافة هجومية دي يمكن أول نقطة فنية لو استعرضنا برضو تاني فيه نقطة فنية مهمة جدا في إحصائيات المباراة يريد نرجع لإحصائيات المباراة هنلاقي طبعتنا الإحصائية بتاعة المباراة فضلا هنلاقي أن فريق الأهلي كان تقريبا عمل 12 عرضية منهم عرضية وحيدة هي لصحيحة لو بسنا في العرضيات صحيح 12 عرضية منهم عرضية وحيدة صحيحة لو جينا استعرضنا الحالات الفنية اللي بتتكلم على العرضيات هنلاقي دايما أن الكهرباء كان دايما موجود لوحده تماما داخل منطقة الجزاء ما عندناش أي كسافة هجومية دي أول حالة عندنا برضا عشان السادة المشاهدين يعرفوا عرضيات صحيحة بمعنى الكرة العرضية بتوصل للاعب من النادي الأهلي وبالتالي بتعتبر عرضية صحيحة انت بتكلمت أن احنا عندنا 12 عرضية ومنها عرضية وحيدة هي الصحيحة هي عرضية الهدف هنلاقي دي مثلا زي ما حددتك تفضلت قلت أن العرضية دايما بتعتمد على حاكتين ضدكت العرضية تاني حاجة تمركز السليم جوة 18 أو الكسافة الهجومية الموجودة من النادي قال جوة 18 عندنا دي مثلا أول حالة دايما كهرباء متواجد لوحده تماما ما فيش أي تكملة من الجناح المعاكس سواء مثلا بنتكلم من برستاوة حتى متأخر يعني حتى حسين الشحات متأخر مفروض كمان يبقى كامل لقدام ما فيش حد مخطب بالزبط لو استعرضنا مثلا الحالة التانية هنلاقي نفس الكلام برضو محمود كهرباء متواجد جوة ما بين السنتر باكس وطبعا هنا بيسهل عملية المرأب عليه تكون طبعا إيه سهلة جدا فبالتالي بيبتضع في حتة العرضيات أن احنا تكون صحيحة لو استعرضنا كرة الحالة اللي بعد كده ده برضو نفس الكلام هنلاقي نفس الحالة بتتكرر مرة تانية لو استعرضنا الحالة اللي بعدية هنلاقي الحالة الوحيدة اللي جاء منها الهدف هنلاقي أن كان فيه تكملة هجومية لو استعرضنا برضو الصورة اللي بعديها هنلاقي هنا دي حالة الهدف الصورة مختلفة بقى خالص الكرة العرضية عندك أربع لعيبة متواجدين يمكن كمان داخل الـ 18 بشكل مكسف عندنا بيرسيتاو عندنا حسين الشحات عندنا محمد عبد المنم عندنا كهرباء عندنا أربع لعيبة موجودين في كسافة هجومية وبالتالي دي فعلا اترجمت الهدف دي يمكن كانت الحالات اللي كانت عندنا بعدها أننا نستعرض الأرقام ومقرنة بالحالات الفنية ممكن برضو آخر حاجة أننا نستعرض للأرقام بالنسبة للعيب النادي الأهلي سواء مثلا ممكن نمسك من خط الدفاع محمد عبد المنم يلا بينا خلينا محمد عبد المنم طبعا نشارك في تسع مشاركات طبعا نسجل تلت أهداف والنقطة المهمة جدا هو يعتبر رابع أفضل لعيب من حيث التمريرات الصحيحة خلال دوري أبطال أفريقيا مقرراتا بجميع اللعيبة عمل طبعا 500 تمريرة صحيحة بنسبة صحيحة 92% طبعا ده مهم جدا بالنسبة لخط الدفاع النادي الأهلي لأن خط الدفاع النادي الأهلي بيحتاج دايما بجانب النواحي الدفاعية لازم يكون عنده القدرة أنه يعمل البلد أب بتاعته ويكون التمريراته سليمة وطبعا محمد عبد المنعم هو لاعب الجولة لاعب أحسن لاعب تحسن الجولة طبعا بتصنيف الكاف خلينا نستعرض برضو بعد كده ممكن نستعرض أرقام مروان عطية طبعا صفقة أكثر من رائعة طبعا وكانت ليها دورها دي طبعا الصورة اللي بتوضح طبعا أكتر اللعيبة اللي كان عندهم القدرة على التمريرات الصحيحة عندنا مروان عطية تعتبر ترتيبه الثاني على مستوى جميع اللعيب الدوري أبطال أفريقيا نتكلم في محمد عبد المنعم ترتيبه الرابع طبعا وفيه لعب الرجاء وفيه عندها لعب شباب بلوزداد دي أرقام طبعا مروان عطية دي طبعا في بطولة أفريقيا دي عدد المشاركات أربعة وعمل تقريبا أو 93% تمريرات صحيحة وده مهم جدا يعني في مراكز كده يعني وممكن نكون رأس الحربة يخسر القرى مفيش مشكلة لكن هتتكلم على سردباك هتتكلم على واحد دفندر مست الملعب بتبقى كارسة لو تقطعت منه القرى وبالتالي مهم جدا من مميزات مروان الحقيقة أنه هو بيطلع القرى من رجلي صح وما بي يعني بيلعب السهل الممتنى السهل جدا طبعا بيبقى ليه دور فعال جدا في عملية الترانزيشن ما بين الدفاع وبتجي نقل القرى عشان تروح لمنتصف ملعب الخصم ويدخل في مرحلة الهجوم صحيح ممكن نشوف برضو آخر لاعب عندنا بقى مثلا بيرستاو طبعا بيرستاو طبعا يعتبر أكتر لعيب ساهم في أهداف على مستوى دوري أبطال أفريقيا أحرز هدافين عمل أسست الأربع أهداف طبعا هو يعتبر خلال الفترة الأخيرة خصوصا بعد مبارسة داونز شارك فيها وظهر بشكل أكثر من رائع ده بيرستاو من اللعيبة اللي بدأت تظهر بشكل أكثر من رائع في الفترة اللي فاتت بيومي متميز دايما ودايما تتنورنا وتحليلاتك أكثر من رائعة بنشكرك شكرا جزيلا شكرا لك كابتن شكرا لك